اهلا بكم مرة تانية عودة من جديد لحلقة النهاردة من عشرة صبح في الاهلي وتاني وآخر فقراتنا الحوارية الفقرة دي هنتكلم فيها في حاجة اعتقد ان هي تهم كتير جدا من حضراتكم كتير جدا مننا وبالمناسبة اللي حقوله دا ينتبق على فئات عمرية مختلفة مش مسلا كبار السن فقط اللي حقوله دا ينتبق على الناس كتير بقى دي شكواهم الدائمة فكرة ان احنا على طول حاسين بخمول همدنين مش قادرين ما عندناش طاقة الموضوع ممكن جمان يتصعد ويوصل لمشاكلة التركيز وفي الزاكرة فكل دي امور عايزين نعرف نتخلص منها ازاي نتحشاها ازاي الى جانب ان ايه الرابط بين الحاجات او الشكاوى اللي انا بقول لحضراتكم عليها دي وبين مجموعة فيتامين بي بكل تفاصيل وده اللي حنعرف اجابته من دكتورة دين عبو السعودة المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرالز اللي دايما بتنورنا في عشرة صفحة في الاهلي صباح الفل عليك صباح الخير اهلا بيك زكا كريم الحمد لله كل حال دلوقتي ناس كتير جدا وكتير من الشباب ترقيهم بيشتك قولك مش قادر انا عايز اعمل الحاجة بس مش قادر ما فياش طاقة ما عنديش باور ده بيكون ناتج عن ايه مشاكل طبعا كتيرة يعني حاجات كتير احنا بنعملها في حياتنا اليومية ما نعرفش انها بتأثر على ذاقتنا وعلى تركزنا زي زي عدم النوم الصهر دي طبعا لو صهرانة لغاية خمسة الصبح وعندي شغل عشرة صبح اصحى اليوم كله هتاوب طبعا ما فياش طاقة نعسانة لازم نعرف ننام كويس ولازم نحد شوية من التوتر ممكن كويس ده اللي هو من ست لثمان ساعات ثمان ساعات على الأقل مفيش ست تفاصل لا لا خليهم تمانية يا كريم ومش خمسة الصبح لا حداشر اتناشر يعني بيبقى صعب يعني أنا بحيو اعمده وفعلا نوم الليل افية حقيقي من نوم الليل طبعا نوم الليل ده دي توكس للجسم كله دي توكس للكبد بتندك بالليل وانت نايم خلايا المناعية بتنتك بالليل مهم جدا النوم بالليل مش النوم الصبح من الحاجات التانية برضو اللي بتأثر جدا على الطاقة كمية السكريات اللي بتتاخد في اليوم مش طبعية ما بقولش خلاص مش عارفين نمنع السكر يعني كفاية معلقة معلقتين سكر في اليوم على اليوم كله لكن عشر معلقة سكر على الشاي والقهوة دي مشكلة ومع حلويات السكر الزيادة ومع مشروبات الغازية ومع مشروبات الغازية من أهم الحاجات كمان لأن المشروبات الغازية بتقلل لامتصاص الفيتامينات والمعادن فكثرة المشروبات الغازية كثرة الكافيين ما بقولش ان احنا نمنع الكافيين نشرب الكافيين بتاعنا مرتين في اليوم لكن مش خمسة ستة بلاش اكساس للكافيين لأن الكافيين لما بيحصل له اكساس بيحصل هارت ريت هارت بيتس أعلى يعني وعدد ضربات القلب بيعلى والضغط بيعلى وحاجات كتير فنعرف نعمل مونيتر الكافيين مشروبات الطاقة كفاية واحدة ليه 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 الإفراط أي حاجة فيها إفراط بتقلب ضد السكر الإفراط ضد مشروبات الطاقة ضد الإفراط الكافيين طيب ايه كمان اللي بنعمله كمان أكيد عدم الرياضة تماما الرياضة بتجري الدورة الدموية بتعلي كسافة العدم فأقدر أمشي أروح أجي الدورة الدموية تشتغل فالأكسوجين يوصل للدماغ نبتدي نركز ومع الأكل الصحي ومع الأكل الصحي أكيد برضو ممكن ندعم بمكمل غذائي تركيزه مناسبة جدا أن أنا أستخدمه يوميا أن أنا أبقى داعم للطاقة والتركيز ومن أهم الفيتامينات المهمة جدا للطاقة فيتامين بي كومبليكس بكل مشتقاته وده اللي هو بيشكل جزء كبير من مكونات ألف مولتي فيد بصفة خاصة على حد ألمية بالضبط ألف مولتي فيد في فيتامينز كتيرة من أهمهم فيتامين بي كومبليكس بكل مشتقاته فيتامين بي وان الثيامين فيتامين بي تو ريبوفلافين عندي كمان داخل ألف مولتي فيد فيتامين بي ثري النياسين وعندي فيتامين بي فايف البانتوثينيك أسد عندي الفوليك أسد فيتامين بي ناين عندي فيتامين بي سيفن البيوتين وعندي آخرهم فيتامين بي توالف اللي هو الكوبانامين مهم جدا أن احنا يوميا نحصل على جميع مشتقات فيتامين بي كلها للطاقة للمناعة للتركيز والكفاءة التامة ما معنى فيتامين بي بصفة خاصة اللي ليه مشتقات وليه تفريعات كتيرة دون العنبي تاني ده هو العلماء اللي اكتشفوه أنه ليه فعلا بس هو كل واحدة منهم على حدة لها خواص مال هم بيكملوا بعض يا كريم يعني كل واحد فيهم بيكمل التاني طبعا احنا شايفين على الشاشة دي كابسولة ألف مولتي فيت العبوة بتكفي شهر 30 قرص السعر هايل طبعا لازم أقول أنه مرخص من هيئة سلامة الغذاء دي نقطة مهمة جدا طبعا ما حدش ياخد أي مرخص من هيئة سلامة الغذاء وتحت إشرف وزارة الصحة طبعا دي تركيز التركيز معقولة جدا 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 عشان كده بقول ألف مولتي فيت مش علاج لأي مرض ده أسلوب حياة لو هتكلم على شاشة عظم لا ده قصة تانية لأنه طبعا فيه كالسيم ده موضوع آخر لازم نروح للدكتور بيدي أكتر بكتير من المعدل اللي عندي مع الأدوية فألف مولتي فيت ده لايف ستايل طاقة مناعة لو هتكلم على المشتقات ألف مشتقات فيتامين بي طبعا كل عائلة فيتامين بي وترسوليبل يعني بتضوب في المياه بتضوب في المياه ما بتتخزنش عندي في الخلايا ما عنديش لها مشكلة خالص بالتالي ما ينتوقش عنها أي أثار جانبية إطلاقا إطلاقا الفوليك أسد مهم جدا لدعم لو مثلا سيدة حامل مهم جدا لها ألف مولتي فيت الفوليك أسد موجود بنسبة 400 ميكرو جرام أو 0.4 ميلي جرام نسبة كويسة لدعم الجنين بتاعتها ودعم الخلايا العصبية لأنه هو اللي بيكون الخلايا العصبية للجنين وتقدر أكيد هتستشير الدكتور بتاعتها وتسأله على ألف مولتي فيت عندي كمان للطاقة فيتامين بي ون مهم جدا للطاقة لأنه هو اللي بيحول الكربوهايدرات اللي احنا بنقولها لطاقة عندي فيتامين بي مهم لأن فيتامين بي بيحول الكربوهايدرات والبروتين يعني نسمع النشوية هي اللي بتحول لطاقة فيتامين بي منهم فيتامين بي بيحول البروتين ودهول لطاقة كمان فحاجة رائعة ألف مولتي فيت بتلاقي حتى لو أي حد يستخدم أنا العملاء اللي بيبعثوا لي على السوشيال ميديا بقول لي يا دكتورة دي نحن بدأنا نستخدم ألف مولتي فيت في خلال يومين تلاتة بقى لا يصحى منهم عنده نشاط بيروح يشتغل بيحقق أهداف سواء سواء يعني الفرق ملحوظ للدرجات على طول وبالسرعة دي بالسرعة هو أكيد كل ما هتستخدمه كل ما هتحس أكتر بس خلال تلات طالب عطيان هتلاقي نشاط مهم أننا نعرف ندير طاقتنا صعب قوي وإحنا في سن صغير تلاتينات يعني الواحد بيتخرج عشان يبتدي يعمل مستقبل في العاشينات مش على المعاش نقعد نريح أنا بلازم أبتدي يعمل مستقبل المستقبل من جدة وجد المستقبل مش هي غير وانا بعافل دي مرحلة عمرية اللي المفروض أن الواحد يكون فيها في عزة وفوان الكرف بينزل بشوية بشوية بعد كده الأكل اللي كله زي ما قلت سكرات المقليات الحاجات دي كلها مشكلة يعني نحاول أن نقلل بقدر الإمكان الجنك فود يعني نحاول نعمل اللونش بوكس هو طبعا صعب يمكن فكرتني بالقصة الأكل لما مثلا بيبع عندي ست سبع حلقات في اليوم يعني أنا بقالي سبع سنين في الميديا بقى عملت اللونش بوكس دي عشان مش عايزة أنا نفسي تتطربي تكلي أكل بالبر عملتها يومين طبعا الناس حفلوا عليك أكيد يعني أنت دخل علينا كده باللونش بوكس أكيد مش هنفوتها لأن ماينفعش أنا بقولي يا جماعة لازم نأكل أكل صحي لازم أنا كمان أكل صحي أحيانا لو حتى الواحد نفسه هفته على الأكل المش صحي أنا عدي داخل مهم يا جماعة نمشي على مضادات أكسدا لأن مهما قلت بيبقى صعب بيبقى صعب لأ والنفس بتاخدك طبعا ساعة الواحد ريحة أكل معينة تخليك تركني وتنزلي يعيني آه أيوة صح سؤال بقى هل في حالات معينة ماينفعش أو مايفضلش إنهم ياخدوا من خلالها أو ياخدوا فيها ألب مالتي فيت ألب مالتي فيت مناسب لجميع الناس جل الأعمار بتدعم من 13-14 مناسب جدا لأصحاب الأمراض المزمنة زي مرض السكر اللي بيمشوا على الأدوية بتاعتهم والإنسولين بتاحهم نقدر ندعم بمكمل غذاء لأنه مش علاج أصلا لمرضى القلب لمرضى الضغط ما عنديش مشكلة يمشي على أدوية الدكتور وياخد قلب مالتي فيت ممكن يبعادي كونسرن بسيط على قصور اللي عندهم أمراض في الكلا أكيد هم من نفسهم أي حاجة بياخدوها بيستشيروا الطبيب بتاعهم غير كده كل الناس تقدر تغطو بلا استثناء والحوامل أمن ليهم ما عنديش أي مشكلة الحامل أورادي محتاجة كالسيوم ممكن على فكرة بس الكالسيوم تحتاج تركيز أعلى من قلب مالتي فيت برضو فتسأل الدكتور بتاعها طيب هل سواء قلب مالتي فيت بصفة خاصة أو المالتي فيتامينز عموما بيبقى لهم أي أثار جانبية طبعا مهم أقول أن الفيتامينات ووتر صاليبل وفات صاليبل في مثلا حد لما بيبعنده ديستراكشن رهيب سواء في الكالسيوم أو سواء في أي فيتامين الدكتور بتدي له كورس ثلاث شهور تركيزة عالية جدا وبعد كده يكمل بقى على إيه على على التركيز المناسبة جدا أننا أمشي عليها أو أي مكمل غذائي هم ماشيين عليه كلايف ستايل لكن الفيتامينز لو الدكتور كاتبها على تركيزة عالية هو من نفسه بيقول له شهر شهرين وتأفر الدكتور بيكتب له إيه وبيوقف التركيز العالية ويمشي بقى لايف ستايل على التركيز البسيط طيب هو مالتي فيت يعتبر مالتي فيتامين ولا يتصنف كمكمل غذائي ولا هو الاتنين هو الاتنين الأكل فيتامينات ومعادن هو ده اللي احنا عايزينه حلو فأوريدي هو مالتي فيتامين ومكمل غذائي يعني أنا ما بعرفش أخذ يعني الجسم محتاج في اليوم ألف جرام كالسيو مثلا هاخد قد إيه لبن وزبادي الحاجات الجسم محتاج في اليوم وان جرام فيتامين سي هاخد قد إيه أنا من كيوي ولا برطقان ولا طماطم كل الحاجات دي طبعا فيها فيتامين الجسم محتاج وطبعا المناعة نسمع على طول إيه ناخد طم وبصل بيعلوا المناعة جدا طبعا يا جماعة ما حادش ياخد طم على الريق قديني بقول يعني عشان محصل لناش قرح الطم حلو جدا للمناعة وحلو جدا لطم واسمع أنه كمان مفيد للمعدة مطاهر بشكل مناعة بالصبب فمش كل الوقت بعرف الزنك عندك النحاس إن حاس المحار بتاع الكندوفي والمحارات والحاجات دي مش كل يوم هنأكل الكلام ده النحاس مهم جدا لناس كتير ما لا تسمعش عن النحاس النحاس مهم لكل أعضاء جسمي النحاس مهم للهرمونات اللي الغضل بتنتجها النحاس مهم لأي خلية عندي بتتجدد محتاجة نحاس هنأخد النحاس من إيه لكن النحاس لازم تبقى نسب وبسيطة النسب اللي مش بسيطة لما بيبقى معها الزنك لأن الزنك مش هشتغل من غير نحاس بيكملوا بعض بيكملوا بعض الزنك لازم نحاس أو بيفعلوا بعض بيفعلوا بعض طبعا نصيحتي لسانتا مشاهدين قلب مولتي فيد فيه زنك ونحاس في بعض الناس بتمشي على مكملات غذائية فيها زنك ركزوا في قصة أن النحاس لا يقعش منكم لأن الزنك هيستهلك النحاس جدا هو بالمناسبة إيه اللي بيفرق ملتي فيتامين عن الثاني على افترض أن فيه نوعين ثلاثة والثلاثة مصرح بيهم من الجهات المعنية وإلى آخره إيه اللي بيفرق نوع عن الثاني هل نسبة تركيز كل فيتامين على حدى جوه الكابسولة نسبة تركيز بتفرق والفيتامينز يعني فيه فيتامينز موجودة في الملتي فيتامين ده المصرح بيه وكل حاجة محترم جدا بس فيه فيتامينز مش موجودة فيه والجسم محتاجة يعني كون أن العلبة دي علبة ملتي فيتامين مش معناها بالضرورة أن كل الفيتامينز موجودة فيه لا لا مش معناها بتختلف من نوع بتختلف من شركة لشركة ومن نوع لآخر والتركيزات أكيد بتختلف أكيد طب سؤال في نفس الفئة بتاعته إيه اللي يفرق قلب ملتي فيت عن غيره قلب ملتي فيت يفرق عن غيره أنه من الأقوى ضد أكسادا فيه فيتامين وفيه فيتامين إي وسي الاتنين دول أنتي أكسيدن مهم أننا أعمل ضد الإلتهاب مش بقول أن كل إلتهابات الجسم نتيجة نقص الفيتامينيات الأكل بيعمل الإلتهابات أهم حاجة الإلتهابات نعرف هي نتيجتها إيه لأن لو إلتهاب نتيجة مرض معين لازم أكل على الدكتور لكن أحيانا الجسم بيعمل الإلتهابات من الأكل اللي مش صحي زي المقالي زي الحاجات المحمرة والأكل المسبك ده بيعمل لي السكريات اللي زيادة على نظر ما قلتها في أول حلقة بتعمل لي الإلتهابات التدخين بيعمل لي أوكسيديشن وبيعمل لي أكسادا فلازم أن أنا لو صعب أن أنا أقول لست أوراجل امتنع عن التدخين هيمتنع عن التدخين بيبقى حاجة صعبة جدا فبنحاول نحن نعوط لأننا نصلح ولو حاجة بسيطة فطبعا ألبي مولتي فيتل أقوى كمضاد أكسادا فيتامين إي من أقوى الفيتامينات ربنا خلقها لتحمينا من الأكسادا بلاس أكيد فيتامين سي كمان أنتي أكسيدنت تعالي تعالي نرجع لفيتامين بي بصفة خاصة بكل مشتقات وفي حال أنه ناقص في الجسم ده بيسمع في إيه بيسمع أول حاجة في الأعصاب بتلاقي ممكن إيدك ترتعش شوية التهب في الأعصاب لكن مش كل الإيد اللي بترتعش إحنا عندنا الباركنسونيزم شلل الرعاش ده بتجري على الدكتور تاخد الدواء بتاعك من أحد الأعراض الارتعاش الإيد تنميل الأطراف على طول العين صحة النظر شوية زغلالة سنة كده لأن هو بيدعم أعصاب العين جدا عشان كده بتلاقي على طول مرضى السكر بيمشوا على فيتامين بي لازم الدكتور يكتب لهم يعني بينصحهم بفيتامين بي عشان دعم للأعصاب لأن مرضى السكر بيبقى على طول عندهم أعصاب رمتعبانة شوية فدعم للأعصاب صحة العين مهم جدا لصحة العين نقص فيتامين بي ممكن يديني عدم تركيز الخلايا العصبية اللي في المخ كلها محتاجة فيتامين بي محتاجة جدا فبتلاقي عندك برضو الموضوع ده عندك الدوخة لأنه هو بيدعم لقرات الدم الحمراء فلو كفاءة الدم حصل فيها برضو خلل ممكن يبقى من أحد الأعراض نقص الكوبالمين اللي هو فيتامين بي 12 طيب الزكرة فيه ناس كتير بتشتكي من ضعفها وكمان من ضمن الناس اللي هي في عز شبابها الحقيقة زائد أن أنا خدت بالي في الفترة الأخيرة بعد انتشار طبعا وتفشي جائحة كورونا ومن بعدها أوميكرون فيه ناس كتير من اللي تعافت من المرض سب لها أثر في مكان ما يعني واحد مجري وضربة جايله في القولون حد تاني المشكلة جايله في النظر أو في التزوق أو في الشم أو في المعدة يعني فهم ساعات كمان ودي لاحظت أن هي قسم مشترك مع ناس كتير بيقولك أنا مبقيتش زاكرتي زي الأول يعني أنا بعد ما تعافيت من الكورونا بقيت بنسة بشكل ملحوظ قبل ما أصيب بالكورونا أو بالأوميكرون أنا بقول أن قلب مولتي فيت ده لايف ستايل أكيد لازم يمشي مع الدكتور لو عنده مشكلة ما من متلازمات الكورونا هيحتاج أكيد أدوية يمشي عليها فترة وبيوقفها دي بتاعت الدكتور لكن قلب مولتي فيت داعم جدا إتس ناطا ثرابي هو مش علاقة هو داعم للصحة والمناعة فممكن ياخده هيلاقي تركيزه أحسن شوية حلو طيب قبل ما الوقت يسرقنا أكتر من كده في سؤالين جم من المشاهدين سؤال من الأستاذة سندو الصلاح بتقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بتقول كنت عايزة أعرف سبب ظهور نقطة بيضة في الدوافر زائد أن هي بتشتكي من الدوافرها مش بتطول وعلى طول بتتكسر بتقول دا سببه إيه علما بأن أنا عندي 35 سنة من أحد أسباب مشاكل الدوافر تقسر ما تطولش بتتكسر بسرعة حاجات كتير أكيد عدم الاعتناء بالدوافر يعني لازم قبل ما نام أحط مرتب على دوافري لو البنات اللي بيحطوا جل كتير مش طول الوقت يعني مش لازم تعملي ريفل 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 طول الوقت سي بي أو اللي بتركب فترة ان الضفر نفسه يتنفس دي الحاجات اللي لازم تتعامل مع أكيد نقص البيوتين من أهم الفيتامينات والبيوتين أحد أعضاء أو أحد مشتقات بي كومبليكس نقص البيوتين بيعملي مشاكل كبيرة جداً في الدوافر الكالسيوم الكالسيوم مهم قوي فممكن يكون من أحد الأسباب نقص الكالسيوم والبيوتين الاتنين دول مهمين جداً لصحة دوافري أكيد موجودين داخل ألف مالتيبيت حلو أحمد علاء بيصبح علي أو عليك بيقولك أنت عايز أعرف إيه سبب الصداع المستمر والأرق هل ده ممكن يكون نتيجة نقص فيتامينات معينة وهل في تحاليل دورية مفروض نعملها عشان نعرف لو الجسم بيعاني أو يعني مشكلة نقصان في أي فيتامين من البيتامين ممكن يكون من أحد أعراض الصداع والدوخ وعدم التركيز نقص الفيتامينات والمعادن من أهم الفيتامينات والمعادن اللي بتدعم جداً الأعصاب والتركيز فيتامين بي كومبليكس بكل مشتقاته فيتامين بي وعدم ده مفيش قعدة بنعودها دكتورة دينا غير لما بنتكلم عنه قطعية حلوة للوقت نظراً لأهمية لكن أكيد مش كل يعني بقولها هو أحد الأعراض وليست أن ده العراض يبقى أنا هعالجه بفيتامين فلازم أعرف المشكلة فين لكن أكيد ألب مولتيفيد بيدعم جداً التركيز بيدعم موضوع الضوخة يعني أحياناً كتير بتلاقي ناس ضيخة يعني لو عندي أنيميا لازم بقى أروح للدكتور أمش على حديد ده ده ألف به كفاءة الدم تبقى صحية أكتر طبعاً ألب مولتيفيد الكابسولة نحن شايفنا فيها كل الفيتامينات دي نحن خاصينا المرازي فيتامين بي كومبليكس بكل أنواعه لكن لازم أقول أنه دخله زينك لازم أقول أنه دخله نحاس لازم أقول أنه دخله فيتامين ه أو فيتامين ه ولازم أقول أنه دخله كالسيوم وفيتامين سي مرخص من هيئة سلامة الغذاء متوفر في جميع السيدليات السعر مناسب لكل فئات المجتمع ستات تاخدوا رجالة تاخدوا شباب مهم متفقين أنه حباية يومياً بالزبط بعد الفطار بعد الفطار تركيزه مناسبة جداً أن أنا أمشي عليه على مدى طويل جداً وبرضو متفقين على أن اللي بيعاني من مشاكل معينة يكشف فيها عند الدكتور ويعمل التحاليل المطلوبة ولكن لو إحنا ما عندناش مشكلة معينة ممكن نمشي كروتين يومي على المالتي فيتامين وعلى فكرة لو أنا مش حاسة بأي مشكلة أصلاً يعني أنا أخذه كداعي أنا ما خافش من قلب مالتي فيت تركيزه يا جماعة معقولة جداً لو أنا ما عنديش دوخة ولا عندي أي حاجة ولا عندي كسل ولا أخذه برضو أنا ما عنديش مشكلة هو مش علاج لأي حاجة هيدعم الطاقة نورتينا كالعادة شوفك على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من البرنامج شكراً جزيلاً لوجودك ونشكر أكيد كل حضراتكم على حسن متابعاتكم لحلقة النهاردة يتجدد اللقاء بنا وبينكم إن شاء الله في يوم جديد وحلقة جديدة وعشة الصبح في الأهلي صباح الفرد